اشتركوا في القناة اما عشان الدراسة والشغل وآمن مع الأمراض المزمنة زي القلب والسكر والضغط وكمان آمن مع الحملة وحماية متكاملة لأم والجنين ونموة الصحية مش بس كده سيليكس مهم لمرضى الجيوب الأنفية وفي الرياضة لأن طبعا محتاجين باور ونشاط وحيوية وكمان عضلات بدون دهور مع سيليكس لتغزية وحماية العين والشعر والبشرة والأظافر سيليكس 6 في 1 حماية سراسية طعم لذيذ شوكولاتة بوضر بيدوب في الفم في ثواني وامتصاص وعشر أضعاف القرص ممكن إضافته على كوب لبن وما فيش مشاكل في البلع ولا المعدة سيليكس متوفر في السعضليات معتمد من وزارة الصحة المصرية مع سيليكس احمي نفسك وحلتك رجعنا لكم تاني موضوع مهم موضوع خشونة المفاصل وبالذات خشونة الرجبة الموضوع اللي بيقرق كل بيت عندنا ما فيش بيت ما بيارفوش حد بيشتكي من موضوع الخشونة وبالذات أهلينا من كبار السن وبالذات لو فيه وزن زي هيكلمنا النهاردة عن الموضوع المهم ده دكتور مصطفى عوض استشاري جلاحات العظام والمفاصل العامور الفقري نهرتين أخواني نهرتين أهلا وسهلا بكل المشاهدين بتوعك طبعا زي محضرتك قلت الموضوع ده من الموضوع الحساسة اللي لما بنتكلم فيها بتلاقي الكل انتبه الكل بينتبه ليه الكل بينتبه لأنه الموضوع ده بيمس كل أسرة مصرية موضوع خشونة المفاصل ولناخد مثال برضو من أكتر الأمثلة شيوعا في خشونة المفاصل وهو خشونة مفصل الركبتي الموضوع ده بيأثر على معظم العائلات المصرية الجدي ستي بابا ماما فبنلاقي معظم الناس عندها تساؤلات يعني ايه خشونة المفاصل خشونة المفصل عشان نقدر نفهم يعني ايه خشونة المفاصل لازم الأول نفهم يعني ايه المفصل أو تركيب المفصل الغضريف اللي بنسمع لما بنروح للدكتور بيقولنا ده عندك تآكل في الغضريف أو عندك مشكلة في الغضريف بتاعة الركبة ربنا سبحانه وتعالى لما خلق لنا المفصل خلق المفصل بسطح أملس السطح الأملس ده اللي هو الغضريف ربنا خلقها بالصورة دي عشان يبقى فيه سهولة في الحركة بتاعة المفصل فاللي بيحصل انه على مدار درجات الخشونة بيحصل تأثر في الغضريف بتاعة المفصل الركبة على مثال طبعا زي ما قلنا بيبقى فيه مراحل للموضوع احنا ما بينامشي يصحى من النوم يلاقي نفسه عنده خشونة لا الموضوع بيمر بمراحل كتير أفضل مقولة في خشونة المفصل للركبتين الوقاية خير من العلاقة لأن احنا كل ما بنبدأ يكون عندنا بداية للتدخل بتكون الأمور أفضل بيكون فيه تحسن على مستوى الاستجابة للعلاج فطبعا هي دي خشونة المفصل أو نبزة مختصرة جدا عن يعني ايه خشونة المفصل طيب لا أسباب بقى هلنعرف واحد اتنين كده الأسباب بالزبط عشان حتى لو فيه حاجة الناس تقدر تتجنبها نحن نتجنب الحقيقة أنه الأسباب فيه حاجات كتير جدا يعني تأسيمات للأسباب بتاعة خشونة المفصل فيه منها أسباب تأسيمة أنه فيه أسباب أساسية أو أسباب سنوية زي مثلا الأسباب الأساسية اللي هي عوامل الخطورة اللي بتوصلنا لخشونة المفصل اللي هي عن طريق الديجنريشن أو تآكل الغضلية التأسيمة الأولى دي ليها عوامل خطورة عوامل خطورة طبعاً لو سألنا أي حد من المشاهدين هيقول أه طبعاً أهم حاجة فيهم زيادة الوزن طبعاً وما فيش حد عانى من خشونة المفصل والركبتين غير وهو رايح عنده الدكتور نفسه ما يسمعش الكلمة دي هو للأسف بيسمعها طبعاً الوزن أو زيادة الوزن بتأثر تأثر مباشر وغير مباشر على خشونة المفصل وخاصة خشونة مفصل الركبتين الحاجات التانية الناس اللي بتبقى مضطرة إن هي تطلع سلم لفترات طويلة أو تطلع سلم كتير طلوع السلم ده من الحاجات اللي بتعمل تحميل مباشر على مفصل الركبة من الأسباب برضو أو عوامل الخطورة السن يعني بنلاقي مثلاً إنه هو مع تطور السن وخاصة في السيدات ربنا يحفظهم لنا كلنا يعني أخواتنا وأمهاتنا وستاتنا فالسن مع السن بيحصل تآكل في الغضريف بتاعة مفصل الركبة من الحاجات أيضاً ضعف العضلات إحنا للأسف في تلفون تلفون دكتور مصطفى أستاذ رباب أيها محضرتك 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 أهلاً وسهلاً بيك سواحاً لوم آآ أنا بس أحب أشكرك الأول في كل حاجة أخذك عملتها معايا من أول ما قلت جايلك آآ ما كنتش فحرف دراعي خالص لغاية ما خلصت العملية ومتبعتك معايا يعني طبعياً وده حق من حق حضرتك طب فكرينا بس أستاذ رباب كانت العملية إيه بالضبط آآ حضرتك أنا كنت رحت الكاسة دكتور أسجيل كان قايتين دراعي في خلع ولما رحت لحضرتك قلت لي ده عميدي دي أشعارة الأول رمين تمام وبعد كده نقدر نحدد على أساس يعني مرضيتش شخص أي حاجة إلا لما نعمل أشعارة الرمين لأول تمام مظبوط بعد أشعارة الرمين حضرتك تبين فيها إن حضرتك آآ لقيت فيها قطعة في الوطر في يدي الشمال والقطعة عمل تيكبس وعمل إلتهابات شديدة لدرجة من وقفة للكتة خالص طب هنسألك سؤالي أستاذ رباب وشكرا على المداخلة الظريفة دي من الحاجات اللي بتسعيدنا طبعا إن احنا نسمع من المرضى أو مش المرضى هما أسرتنا الكبيرة اللي احنا فعلا الحاجة من أكتر الحاجات اللي بتسعيدنا في ممارسة الطب اللي هي الفيد بايك من المرضى بتوعنا آآ طبعا يعني ربنا إن شاء الله يكملك الشفاء على خير آآ عايزين بس نعرف هل الوظيفة استردت بوضع كويس ولا لا نعم الوظيفة رجعتلك كويس ولا لا أولا لا تمام أنا زي بكل دلوقتي خالص يعني أنا قلت لأول قبل العملية من طولش بحرك درعي كله تمام دلوقتي نبقى أنا على فكرة يعني أنا من الثاني بنفس الأسبوع بعد الأسبوع الأولاني على طول أنا قدتها فرق درعي كويس طيب طيب الحمد لله وإن شاء الله دايما كده شكرا يا ربو نسمع من حضرتك إن أنت دايما بخير ودايما بأفضل حال آآ طبعا أستاذ رباب طلعتنا شوية من الموضوع بتاعنا بس هو فعلا مداخلة جميلة لأن الطب الموسطة صعبة جدا وعمل آآ وبوزات تخصصاتنا إن كانت تخصصات التقيلة الجراحات العظام نرسة والتوليد الجراحة العامة تخصصات الشقة فعلا بدنيا وزهنيا ونفسيا وبعض الأحوال بس اللي بيهوينها فعلا دعوة زي اللي أنت خدتها من من بس أنتو تخصصكم كله في ناحية الحاجات الحلوة لما حد يدخل عليك يدعي لك مثلا كان بيعاني من الألم لفترة طويلة والألم بتاعه تحسن لما في حد مثلا بيعاني من من العكم أو تأخر الإنجاب أنا يكلموا على أيبك دي بتهون يعني المشقة اللي أنت شفتها في حياتك كلها بتزوب قدام اللحظة دي أكيد أكيد يا فندم وزي ما قلت لحضرتك يا الأستاذ رباب طلعتنا شوية ولكن هي أصابت نقطة أنا كنت حابب أن أنا أتكلم مع حضرتك فيها هو إحنا إيش معنا تخصص جراحة العظام مثلا أنا لما اخترت تخصص جراحة العظام بيصيب حاجتين مهمين جدا في حياة الإنسان الحاجة الأولى الوظيفة أن أنت بتساعد المريض أنه هو يرجع أو يسترد الوظيفة ويمارس حياته بشكل طبيعي ويمارس حياته بشكل طبيعي يرجع لأمور ويرجع لأولاده ويرجع لأسرته ويرجع لعمله ما يصبحش إنسان غير قادر على العطاء فدي النقطة الأولى النقطة التانية حقيقة الألم الألم اللي بيحرك المريض بيكون الألم ده من الحاجات اللي هي بتوقف حياة الإنسان أحيانا وفيه سؤال بنسأله كتير للمرضى بتوعنا وبناء عليه بنقرر هل حيتم اتخاذ إجراءات جراحية ولا لا اللي هو بنسأل المريض بتعرف تنام من الألم ولا لا فدي من الحاجات اللي بتحصل في المراحل الأخيرة من الخشونة ونرجع بقى تاني للخشونة نرجع تاني للخشونة نرجع تاني للأسباب وصلنا في الأسباب إن احنا قلنا فيه عوامل خطورة وفيه أسباب مباشرة أو أسباب غير مباشرة الأساس زي ما قلنا الوزن فيه حاجات تانية بتبقى بتصيب بقى السن الصغير إنه أحيانا بيحصل لواحد إنه يحصل له كسر حول المفصل الخسور اللي حول المفصل بتفقد الغضريف النعومة بتاعتها فبيبدأ المريض بتاعنا يدخل في خشونة المبكرة بنسميها بقى دي خشونة مبكرة لأن الخشونة المبكرة بيكون فيه سبب هو اللي أدى ليها ممكن برضو المرضى اللي بيكون عندهم روماتويد برضو نفس القصة بيكون حصل مشكلة في المفصل أحيانا بتيجي في سن مبكرة أحيانا برضو بتحصل حاجة في المفصل يقولك حصل عنده مشكلة أو تورم والتهاب في المفصل الالتهاب ده لو حصل التهاب صديقي عمل تآكل فيه الغضريف بيؤدي إلى خشونة مبكرة في الركبة ودينة عشتها وبعيشها مع مريض أنا متابع معاه وشغالين مع بعض كده بروتوكول علاج نتمنى أنه هو يكون سمعنا برضو وإن شاء الله نقدر نكون سبب أنه هو يتحصل تليفون تاني مناف مدخلتك ما شاء الله عيوة عيوة سازة منافل معاك الدكتور المشتفى بس أنا عايزك تواطي بس التلفزيوني وتبعدي عن الشباك لو أنت جنب في الطريق تفضلي لو صاحبت أنا عايزة أسئل الدكتور سوئي تفضلي سألي أثناء ممارسة الرياضة بيحصل توقات في القضاء وكذا تمام فأنا عايزة حاجة الدكتور ينصحني بيها أعمل إيه الوقت ده لحد ما عذره للدكتور تمام طبعاً نحن لسه بنسأل أنه في سن صغيرة أحياناً بتحصل إصابة أو بيحصل خشونة مبكرة ولا يسأل إصابات البسيطة اللي بتسأل عيوة سازة مناور أنه الإنسان هو بيمارس رياضة ممكن يحصل له إصابة خلينا نحط بروتوكول للتعامل مع أي إصابة من الإصابات الرياضية أنه إحنا أول حاجة الرست أنه الراحة أبسط حاجة أنه هو يريح المبصل ده تاني حاجة الأيس بيكس أو أنه هو يستخدم كمدات مياه برده أو كمدات تاني بتساعد أن هي تخف الورم وبتساعد أن هي هتخف الألم من المريض شوية تالت حاجة ممكن ربطة خفيفة جدا بروبوت ضغط أو أي حاجة لحد ما يقدر يتوجه الأقرب طبيب عظام ليه بحيث أنه هو يديه المشهورة يقيم حالته يشوف هل هو محتاج فحوصات ولا جاست مجرد راحة وبعد كده يعرض عليه مرة أخرى الخشونة لها درجة زي ما قلنا درجات الخشونة طبعا بتبدأ من الدرجة الخفيفة في الأغلب ما بنشوفهاش في العادات بتاعتنا لأنه إحنا كمصريين عندنا قوة تحمل الدرجة الخفيفة دي بيكون حلها إنقاص الوزن أو التحكم في الوزن إن إحنا ننزل بوزننا شوية تمام والحاجة التانية ممارسة بعض الرياضة بطريقة صحيحة لو الحاجتين دول عملناهم إحنا خلاص كده قدرنا نسيطر على الدرجة الأولى الدرجة التانية من الخشونة وإحنا الخشونة أصلا بنقدر إن إحنا نقيمها بحاجتين بالفحص والفحصات الفحص الإكلينيكي للطبيب ولذلك ما ينفعش مثلا إن إحنا ندي قرار لمريض بناء على أشعة بعتت لنا على أي حاجة ده كشف في العيادة الفحص السريري أو الفحص الإكلينيكي تمام في العيادة تاني حاجة الدكتور بقى بيبدأ يشوف هل هو هيكتفي بالفحص ولا هيطلب فحصات فحصات بقى أي إن كان تبدأ من تحليل تبدأ من توصل لفحصات أكتر دي الأشعات دي الحاجة التانية من الفحص المرحلة التانية زي ما قلنا بنبدأ بيكون محتاجين نفس الحاجات اللي احنا احتجناها في المرحلة الأولى اللي هي إنقاص الوزن وممارسة الرياضة بس أحيانا بنلجأ إن إحنا نحتاج لعلاج طبيعي وبعض الأنواع العلاج اللي بتحافظ على الغداريت حاجة بنسميها كوندرو بروتكتف بنحافظ على الغدروف إنه هو يزيد ويوصل للمرحلة ها بيكون فيه علاجات دوائية طبعا حسب وصف الطبيب بدون يعني ما نذكر أمثلة كل طبيب بيشوف الحالة المناسبة للمريض بتاعه لأنه كل مريض بيختلف إحنا المريض لما بنكشف عليه إحنا بندخل في قصة حياته إحنا لما بنسمع من المريض اللي هي التاريخ المرضي إحنا بنحاول نتقمص إن إحنا ندخل في حياته ونبقى عايشين معاه شوية الوقت اللي هو قاعد بيحكي لنا وبنحاول نشوف الأنسب لي إيه لأنه كل مريض بيختلف عن التاني إحنا ممكن يبقوا اتنين مرضى يدخلوا لنفس الطبيب وحضرتك تعرف الكلام ده بيدخلوا لك أنت بتدي هنا قرار وبتدي هنا قرار القرار ده بتشوف إنه متناسب بتشوف إنه متناسب مع المريض ده والقرار ده بتشوف إنه متناسب مع المريض ده فدي المرحلة التالتة المرحلة التالتة أحيانا لما بتبقى في أخيرها وخلاص داخلين على المرحلة الرابعة اللي هي نقص الخطر بالنسبة للمريض واللي لما بيبقى أي مريض بيجي لنا بنقوله الكلمة المشهورة بيبقى حزين جداً وهو جاي له الدكتور مش حابب يسمحها اللي هي جراحات تغيير المفاصل للأسف دي آخر مرحلة ودي من المراحل اللي هي ملهاش حل غير أن احنا نعمل جراحة تغيير المفاصل احنا نسمع عن موضوع حقن البلازمة في المفاصل هل ده مجدي ولا ولا وهم والله بص يا فنديم هو سؤال محترم جداً وكويس جداً زي ما قلت لحضرتك سؤال وجيه وبنتسقله من المرضى كتير جداً بس لازم زي ما قلنا أن احنا كل مريض له وضع وله ظروف حالة وله أبعاد معينة له نفسية معينة احنا بنديره القرار بناء على كده حقن الخلايا الجزعية أو حقن البلتلت ريتش بلازمة حقن الكورتزون اللي بيلجأ له بعض الأطباء ما فيش حاجة من ده غلط وما فيش حاجة مش مسبتة كله فيه ريسيرش وفيه أبحاث بتقول الكلام ده ولكن القرار بيعتمد على تنين بيعتمد على الطبيب وحالة المريض تمام نخلش بقى أكتر في موضوع العمليات والجراحات تمام احنا طبعا لما بيبقى فيه أي عملية أو فيه أي إجراء عايزين نقدمه للمريض بتاعنا بنركز يعني أنا مثلا عامل ليه زي بروتوكول كده في طريقة تجهيز للعمليات أول حاجة لابد أن أنا أطالع المريض بنفسي تمام مش بكتفي أن أنا مثلا ترسل لي أشعة مساء على الواتساب أو على أي وسيلة من وسائل التواصل بطلب أن أنا أشوف المريض ودي أول حاجة وأهم حاجة ده لازم يحصل طبعا ده أهم حاجة أنه نشوف المريض بتاعي أبدأ أقيم الوضع بتاعه أبدأ أشوف هل الحالة بتاعت المريض طرقة للجراحة ولا ما تستدعيش طوارئ ونقدر أنه نحط البلان براحتنا لو في حاجة طوارئ أو إسعافات أولية أو حاجة معينة لازم تتعمل بنعملها طبعا بعد كده بقى بنبدأ نخطط أنا والمريض سوا إن إحنا قدامنا بشرح له مثلا إحنا قدامنا بلام A وبلام B خطة ألف وخطة B في الخطة دي إحنا بنحط بنقول له مثلا إحنا هنعمل كذا هنركب كذا هنستخدم كذا الوضع ده في الأغلب بيبقى من فترة من إلى بنديله طايم تمام بناء على الطايم ده ده العادي إن إحنا مثلا الاستجابة أو الهيلينج أو اللحام بتاع العظم من إلى طيب البلان إيه ده لو ما كانش هل إحنا خلاص هنقف العملية ونطلع لأ طبعا بيكون في بلان B وبنبقى محضرينه بألاته بتجهزاته وبنبقى مبلغين به المريض بحيث إنه المريض يشاركنا الخرار طبعا إحنا فيه أنواع للمرضى أنا بحب دايما إن أنا أشرك المريض بتاعي معي في القرار وإن أنا أشرح له كل حاجة بحيث إن إحنا نبقى مع بعض إحنا بنكمل بعض هو بيلتزم باللي أنا بقوله وأنا بحاول إن أنا أعمل قصارى جهدي إن أنا أقدم له معنا مداخلة تفضل علي السلام عليكم تفضلي عليكم السلام أنا أشكر دكتور مصطفى أولا أهلا وصحة معاك مدام مونة ياكا مدام مونة تفضلي أهلا وصحة زي حضرتك يا دكتور الحمد لله بخير يا فن أهلا أشكرك طبعا أولا أنا لها تجربتين مع حضرتك تمام تجربة خاصة بي أنا يعني كنت بحس بقلم شديد جدا في دراعي طب حضرتك كنت بتتابع معنا في أي عيادة يا فندم نعم يا دكتور كنت بتتابع معنا في أي عيادة أصوات في عيادة أصوات أنا من أصوات أهلنا وناسنا بقى والحمد لله يعني خدت كورسي للاك شهرين والحمد لله بقى لي سنة ونص يعني مستكدش من دراعي قادس الحمد لله الحمد لله الفضل يرجع لحضرتك يا دكتور الفضل لله قبل أي حاجة طبعا أستاذ أمونة وشكرا لك شكرا على مدخلاتك الجميل ورسم الإبتسام علينا بصراحة دي حاجة بترجع للمرضى بتوعنا وتوفيق من ربنا قبل أي حاجة لحظة في دك دي أحسن لحظة لواحد يعيشها إنه يخفف ألام المريض أكيد 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 نكمل في موضوع الجباحات والعلاجات بس فبنبدأ بقى بنحط البروتوكول بتاعنا وبنبدأ نشتغل بنبقى مجهزين كل حاجة بناء على البروتوكول اللي احنا حطناه احنا أنا عن نفسي بحط كده بروتوكول برضو معين عشان بعض الناس يقول لك أصل المريض بتاعي بيتصل بياه في أوقات مش مناسبة بص يا فندم أنا مثلا في أول 24 ساعة بعد العملية المريض متاح إنه هو يتصل في أي وقت ليه؟ لأنه المريض بتبقى نحنا نراعي النفسية بتاعة المريض بتاعنا هو تجربة أول مرة يكون اتعرض لها التجربة دي بتكون في الأغلب في ظروف مش لطيفة بالنسبة له فلابد إن احنا في أول فترة بعد العملية اللي هي بيبقى فيها فترة الألام وفترة حاجات مختلفة مشاعر وأحاسيس مختلفة عند المريض لازم إن أنا أبقى قريب منه بعد كده شوية شوية تدريجيا المريض بيبدأ احتياجه للطبيب بتاعه إيه؟ طيب بعد فترة لو المريض ده أنا عايز أعرف أخباره وانقطعت أخباره عني هل أنا من نوع اللي أنا بسكت مثلا؟ لا بالعكس والله أنا عندي data لكل المرضى بتوع اللي أنا أجريت لهم العمليات بنتواصل معاهم باستمرار بنعرف المريض بتاعنا اختفى وانقطعت أخباره ليه؟ بنتطمن عليه زي ما قلت لحضرتك الحاجة الأساسية إن دي حاجة بتسعدني النقطة التانية إنها بتسقل الخبرات أنت دلوقتي لما بتبدأ تعمل عملية في اثنين في ثلاثة في أربعة وتتابع وتشوف بتبدأ تتعلم من التجارب بتاعتك الصدق طبعا فتسقل الخبرة بتاعك هو خير معلم المريض سازتنا كتولينا كده خير معلم للطب هو المريض بتاعك أكيد طبعا بس المتابعة المستمرة مع المريض وإن أنت تلاحظ التطور بتاع المريض بتاعك دي من الحاجات اللي بتسقل الخبرة بتاعت الطبيب حقيقة يعني طبعا نعايزين نكلم على يعني الاستراتيشية برضو بتاعت جروب الواتساب وصفحة الفيس دي حضرتك متابعهم التنين بنفسك كده وبقدر فعلا تتواصل مع كل مرضى بنفسك لا هو حقيقة حقيقة الصفحة فيه قد من مجموعة قد من بيساعدوني في إدارتها لأنه الموضوع زي ما حضرتك عارف احنا فيه وقت طويل جدا سواء في العيادة أو في العمليات فبيبقى فيه صعوبة أن انت تبقى متابع باستمرار ولكن أي شيء استفسار طبي أو أي حاجة اللي بيقوم القد من أن هما بيرجعوا لي دكتور فيه حد بيستفسر على الحاجة طبية لو ينفع أن احنا ندي له مشهورة بندهاله لو بيستوجب الفحص بنقول له تفضل شرفنا في العيادة نقدر نشوفك في أي وضع كان يعني أنا ما بنقفش مع المريض بتاعنا في أي نقطة إن أيا كانت يقدر يشرفنا في العيادة أو في أي عيادة من العيادات بتاعتنا وبنقوم باللازم معاه النقطة التانية فيه جروب واتساب أنا جاتني الفكرة من فترة كنت اتعرضت أن أنا كان معايا مريض كان عنده مشكلة في صباح كان شغال في الرخام فاتعرض لمشكلة تحت الآلة بتاعة شق الرخام فكان لازم أتحرك بسرعة أنا ما كانش عندي مشكلة خالص إن أنا أتطوع بالجزء اللي هو الأتعاب الجروحية بتاعتي ما كانش عندي مشكلة ولكن كان التحضيرات والتجهيزات بصراحة كانت كبيرة شوية وكنت عرضت الموضوع على حد من أهل الخير فبمجرد ما عرضت عليه الموضوع وافقه ورحب وعمل معايا الموضوع ده مرة واثنين فبدأت إن أنا أفكر طب ليه ما نخليش الموضوع يكبر مع بعض شوية بدأت إن أنا عملت جروب واتساب من بعض الناس اللي أنا عرضت عليهم الفكرة ووافقه لما ببقى عندي أي حالة طرقة تستوجب تدخل جراحي سريع بنبدأ نلجأ ده بقى الجروب واتساب ده معايا أنا شخصيا ببدأ إن أنا أعرض يا جماعة والله أنا عندي مريض أشاعته أهيه في المكان الفلاني محتاج كذا ويملك جزء من التكلفة أو ما مملكش التكلفة خالص ومحتاج تدخل جراحي عاجل طبعا في بعض المرضى بيكونوا راحوا للمستشفات الجامعية أو الحكومية ولكن زي ما احنا عارفين يعني نرفع القبعة للهيئات العاملة في المستشفات الجامعية والحكومية بيبقى عليهم لود وضغط رهيب جدا ففي بعض الأحيان على غير رغبة منهم ما بيبقاش عندهم مكان للمريض على علمهم إنه هو مريض إرجنت أو مستعجل أو إنه هو لازم يتعامل للتدخل فبدأت إن أنا أترجم الكلام ده على أرض الواقع إننا من التجربة الأولانية والتانية ضفت المجموعة من أهل الخير دول على جروب الواتساب محدش فيهم يعرف التاني ولكن كل اللي بيجمحهم إنهم عايزين يعملوا خير في وقت التوقيت فيه مهم يعني إنت لوحظ أنت مريض جايلك التوقيت مثلا إنت من 6 إلى 8 ساعات فأنت محتاج إن أنت تبرع له في الوقت ده في الوقت المناسب ما هو التبرع في الوقت المناسب فكرة دي دي حاجة عظيمة جدا يعني أنا أنا مبسوك جدا بالموضوع ده وإن شاء الله يعني يا ريت كلنا كأتبقى نعمله يعني دي حاجة عظيمة فعلا حضرتك عملتها موضوع إن أنت فعلا تربط ما بين ناس اللي حب الخير والناس فعلا اللي محتاجة وده ما بيكونش يعرف ده بس ده بيدعي دعوة يعني المريض عايز أقول لك أنه المريض بيدعي دعوة صادقة لللي ساعده وهم يعرفوه بس بتبقى دعوة صادقة من القلب وفي مساعدة من القلب برضه ربنا يا جزيك خير يا رب اللي أنت عملته والنموذك فعلا كلنا نحتازي بيه كده أشكرك على الفكرة الجميلة دي انت اللي أسعدتني بالمداخلات وبوجود مع حضرتك يا فندم وبالمشاهدين بتوعنا يارب يكونوا استمتعوا في الحاجات البوينت الصورية وعلى وعد إن شاء الله وعلى حلقات جاية إن شاء الله عشان نستفيد أكتر مشاهدين برنامج أنت الطبيبة وقناة صحة وجمال كنا معاكم على مدار ساعة كاملة نشككم على خير إن شاء الله الحلقة الجاية وشكرا لكم شكرا لكم